اشتركوا في القناة يكشم يفهم وروحك يعلم تجم بكلامك ما أحلى مكان جوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كسابك عيني تشوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك بعمري بان عزيز المشاهد إن سفر المزامير يصحبنا في جولات حلوة في تنوع عجيب بين الزل والانكسار وبين الغلب والانتصار ونحن نقرأ بعد المزامير نتقابل مع الكاتب يعبر عن أحزانه وألامه وفي مزامير أخرى نلتقي بالكاتب يعبر عن تسبيحاته وأفراحه لذا أدعوك أن تتابع معنا دراسة سفر المزامير عبر برنامج فحسين الكتب لإمام المغنين لداود على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوسة فوقوا السهمة في الوتر ليرموا في الدجة مستقيم القلوب إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه عيناه تنظران أكفانه تمتحن بني آدم الرب يمتحن الصديق أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السمومي نصيب كأسهم لأن الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه مزمون 11 عنوانه لإمام المغنين لداود مش عارفين بالزبط إيه هي المناسبة لكن من الأعداد الثلاثة الأولى نستنتج أنه داود في ضيق وبالتالي كتبه غالبا وهو مطارد من شاول أو وهو مطارد من أبشلون إحنا مش عارفين بالزبط بيبدأ المزمور بصوتين على الرب توكلته دا صوت صوت التاني جيل له من آخرين كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كأصفور إذا التعرض للإضطهاد الشديد أو الإنقلاب عليه بيعلن لغة الإيمان أنا متوكل على الرب لكن في أصوات تانية جات له ربما من مخلصين بيقولوله اهرب أنت مش قد الموقف دا لن تستطيع بس هو بيرد عليهم ويقول لهم إزاي بتقولولي اهربوا إلى جبالكم كأصفور هم بيقولوله أنت لا تزيد عن كونك عصفور صغير مسكين لكن كأنه بيقول وأنا متكل على الرب أنا نسر مش عصفور لأنه بنقرأ في شعي 40 منتظر الرب يجددون قو بيقولوا زي إيه يرفعون أجنحة كالنصور فاللغة الاتكال جميلة لكن اللغة الحكمة البشرية حتى لو جاية من أصدقاء لنا ما هيش اللي اللي بتشجعنا وده بنشوفه في حياة أشخاص في الكتاب فمرة نحمية سفر نحمية الصح 6 نقرأ أنه الأعداء قالوا له هلومة فنجتمع إلى بيت الله وده نوع من التخويف فيجي رده رد رد الإيمان رجل مثلي يهرب أنا أنا مش من نوع اللي أهرب من الموقف ده لكن رب يسوع في حياته له المجد تعرض لديه كمان فمرة جمل في الرسيين وقالوله في لقى 13 أخرج من وذهب من هنا منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك يرد الرب السابت في اتكاله على الآب قال لهم امدوا وقولوا لهذا السعلب ها أنا أخرج شيطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل ده الفرق بين الصوتين اللي إحنا أحيانا بنتعرض لهم كمان من عدد واحد لعدد ثلاثة بنشوف كلمات شخص بينصح داود لكنه يخيفه في ذات الوقت من الأشرار المحيطين به لكن من عدد أربعة لنهاية المزمور بنشوف رجاء داود واتكاله وثقةه في الرب في بداية المزمور بيقول على الرب توكلته هو بيضع كل ثقة في هذه الظروف في الرب في عدد خمسة بيقول الرب يمتحن الصديق هو شايف ما يحدث معه من هذه الوجهة وفي النهاية بيختم المزمور بالمستقيم يبصر وجهه وكأن في التلات كلمات دول الحقيقة بنشوف الماضي والحاضر والمستقبل في الماضي على الرب توكلته في الحاضر الرب يمتحن الصديق أما في المستقبل المستقيم يبصر وجهه في الماضي اتكال على الرب في الحاضر امتحان ثم في المستقبل اكتمال للشركة والتمتع بالرب القسم الأولاني يختم بسؤال ولا نجد إجابة عنه بيقول كده إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل ولا نجد إجابة عن ماذا يفعل الصديق لكن نجد الإجابة عن أين الرب في هذه المسائل الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه وبعدين يقول لنا حاجة جميلة عن الرب عيناه تنظران أجفانه تمتحن بني آدم ايه الفرق بين العينين معنى أنه شايف طب ويه الأجفان الأجفان عندما تغلق العين ويبدو وكأن الشخص مش شايف لكن في الحقيقة الله حتى وهو إن جزاء أقول مغمض عينيه هو شايف بمعنى زي ما بيقول لنا في مضمون مية واحد وعشرين إنه لا ينعس ولا ينم عشان كده بيقول لك فان وتمتحن يعني متهيألك إن أنا مش شايف والحقيقة إن أنا شايف كل حاجة وعليك أن تتكل وتثق فيي ثقة مطلقة وده اللي عمله داود هنا في المزمون اللي قدام ده بنشوف ردين فعلين مختلفين يعني فيه فعل واحد رد عليه بطريقة مختلفة داود والناس اللي جايين له ليهم رد تاني خالص اللي اختلاف مش في المواقف المواقف واحد والمعطيات واحدة والأشرار واضحين يعني إيه المعطيات؟ هو هزا الأشرار يمدون القوس فواكوا السهم في الوطر اللي يرموا في الدوجة مستقيم القلوب دا الحال فيه سهم ما يترمي عليك والدنيا ضال ما أنت مش شايف دا الواقع لقدامنا الناس شايفها دا بمعطيات ما فيش حل غير أنك تهرب داود شايف المنظور دا قصة تانية خالص وفيه فرق بين واحد بيتاكل الرب بيقيم الأمور بطريقة مختلفة تماما عن الرجل العادي وهنا مشكلة داود أنه حتى لو أصحابه دول مخلصين حتى لو هم بيتكلموا إنسانيا بس مش ده المستوى هيرفعه الفوق وهنا مش محتاج أصحابه أصحاب حتى أيوب ما نفعهوش المعزون متعبون وكل كلامهم بالعكس تعب تعب أيوب جدا وهنا كلامهم متعب كلام مربك يعني أنت في لحظة هيجي لك ساهم يا داود أنت مش تقدر تعمل حاجة مش كيف يقول على الرب توكلت أنا مش شايف القصة بمنظور تاني الشخص اللي رايح يقابل جوليات مش ده الشخص اللي يهرب ده أنا مش بشوف الشر فبهرب ده أنا عندي سعر أروح أقابل جوليات لو لو أنا كده متاكل على الرب وده مش معناه إنه ما فيش وقت داود مش هيهرب يعني وقت أبشلوم لا شايف إنه الصح إنه هو يهرب صح الزاكي يبصر الشر فيطورة لكن فيه أوقات لا أنا الصح الرب عايزني هنا وفي أكفانه برضو بشوف فيها فكرة جميلة الجيف لما بيقفل كأنه بيمتحن الشيء عارف لمحادي غمض عينه كده عشان يدق قوي ألا أنا شايف الله بيعمل كده أنا شايف الله مش أنتوا فاكرين الدنيا سيبة وإنه الدنيا ظلمة ومحدش شايف لا ده الله شايف والله والله بيمتحن وأنا في أمان جد أنا يكفيني إن هو في كرسي يكفيني إن هو شايف ويكفيني إن هو بيمتحن حتى لو الدنيا ظلمة حتى لو أنا مش شايف هو شايف قيل إن الوسيلة الدفاعية الوحيدة للعصفور هو الهروب ما عندوش وسيلة تانية ما قدرش يعمل حاجة تانية غير إنه يهرب لكن زي ما حاجة تفضل رفض داود هذا المبدأ وقال كده كيف تخلون اهربوا إلى جبالكم تعصفور عدد ثلاثة إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ما بيفع طبعا انقلاب الأعمدة بالنسبة لروح المزمور انتشار الظلم وغياب العدل تماما فالشرير بيتطهد البار وداود هو شخص بار لكن يرى إنه كل شيء مقلوب وكأنه لا نظام ولا عدل ولا أساسات وإذا نظرنا الحال العالم النهاردة هنجد برضو إنه العالم بيتجه كنظام إلى تزعزع كل أساسات العدل والنظام وحتى المبادئ التي وضعها الله في العالم لكل شيء الناس ترفض الرب ترفض كتابه لا تريد شيء لكن إحنا عارفين كمؤمنين إن العالم ده هتعرض في وقت الانهيار كامل بعد اختطاف المؤمنين وده بيفكرني بمنظر في سفر القضاء الصح 16 لما شمشون أمسك بالعمودين بتوع الهيكل بتاع الإله الوثني وهم جايبينه علشان يلعب قدامهم وبعين مسك العمودين وبقوته راح وقاحهم فوقع المعبد كله على من فيه الصورة دي هتتم بعد اختطاف الكنيسة فترة الضيقة إيه اللي هيحصل الأعمدة المقامة بتنهار هتكون النتيجة العالم كله سيحدث فيه انهيار من كل جهة اقتصادياً وسياسياً وطبعاً دينياً وهكذا كل شيء سوف ينهر إذا انقلبت الأعمدة بمعنى إذا تقوضت الأساسات وزي ما حضرتك ذكرت إنه بالنسبة لروح المزمور تزعزع أركان المملكة في الوقت اللي كان فيه داود مطارد ومضطهد لكن على حتى مستوى مش بس العالم لكن على مستوى اختباراتنا سواء كبيوت أو كجماعات أحياناً تتعرض أساسات في حياتنا إلى شيء من التزعزع أمور كنا بنستند عليها أو أشخاص كنا بنعتمد عليهم وبيمثلوا بالنسبة لنا حاجة كبيرة ويحدث لسبب أو لآخر أن هؤلاء يعني يكونوا غير موجودين في هذا الوقت ماذا يفعل الصديق؟ وكانهم بيقولوا كانهم بيقولوا لداود هتتصرف إزاي لو دا حصل وهو أعتقد ما عندوش إجابة يعني كيف سأتصرف إذا حدث هذا الأمر لكن بسرعة يتحول إلى الرب اللي بيقول عنه في عدد أربعة الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه يعني الرب على عرشه ورب في مكان سكناه لذلك أنا أطمئن حبقوق بيقول في حبقوق 2 الرب في هيكل قدسه فسكتي قدامه يا كل الأرض حتى وأن يعني كان الحال غير مستقرة على الإطلاق لكن طالما الرب على عرشه فأنا مطمئن تأن الرب يعطي الفرصة لكل من الصديق والشرير علشان تتضح سماتهم الحقيقية لما بيدي فرصة للشرير هو بيستمر في غيه وشره يبقى إذا مش حقدر يعتذر هذا الشرير إن اللي حصل مني كانت زلة ولما بيدي فرصة للصديق وبيتحمل الظلم كثيرا هذا أيضا برهان على صحة معدنه في الحالة المرعبة دي الصديق ماذا يفعل سؤال وكنا محتاجين قلنا إيه الأفعال اللي ممكن الصديق يفعلها ما فيش ولا فعل عايد على الصديق في الجزء اللي جاي كله ولا فعل غير فعل في آخر عدد ودي كان نتيجة للحصل مش فعل في حد زيته لكن كل الأفعال الرب اللي بيعملها وهنا داود شايف النظرة من فوق شايفها صح شايفها الله في مكانه شايفها الله في هيكل كدسيه مش مقصوب بيها الخيمة الخيمة حتى كان بتقلع له هيكل في الوقت ده لكن مقصوب بيها الله فوق الله في هيكله الرب في السماء كرسيه دا تزعزعت ولا لسه لا لسه ما تزعزعتش خلاص أنا مش خايف طول ما دا ما تزعزعش خلي الأعمدة تنقلب أنا أقول لكم الصديق يعمل إيه الرب اللي هيعمل كل حاجة مع الأشرار الرب فيه شغل هيعمله فيه شغل كبير الرب هيعمله مع الأشرار لكن كمان الرب يمتحن الصديق وأنا شايف الكسة كلها أنتم قصدتم شرا لكن الرب ليه قصد تاني أنا مش باخد المواقف يعيني فلان أنا مش بسط الدنيا كده أنا شايف الله بيتحكم وأنه ربي بيمتحن الصديق هيشوفني ههرب ولا مش ههرب وبيختم المزمور ختام جميل جدا المستقيم يبصر وكه ده الفعل الوحيد اللي تقال على الصديق ماذا يفعل المستقيم يبصر وكه طب ليه يعرف يبصر وكه يعني يبصر وكه وتمكتع بحضوره وتمكتع الحضور اللي فيه باركة ورضا وسلام وحفظ اللي عايز تقوله قوله لأنه ما هربش لو كان هرب ما كانش هيعرف يبصر وكه هناك يعني في مقاب نعمي مش هتشوف وكه لكن اخترت نعطيه فما شافتش وكه أنا هفضل في مكاني المكان اللي فيه سام تترمي أنا متأكد أن المستقيم اللي مش هيهرب وهيتاكل على الرب لازم الله في النهاية هيكفق والمستقيم يبصر وكه لإمام المغنين على القرار مزمور لداود خلص يا رب لأنه قد انقرض التقيم لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبي بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعضاء الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا من هو سيد علينا من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الان اقوم يقول الرب اجعل في وسعا الذي ينفث فيه كلام الرب كلام نقي كفضة مصفات في بوطة في الارض ممحوصة سبع مرات انت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل الى الدهر الاشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الارضال بين الناس المزمور الثاني عشر نقدر ندي له عنوان كلام الناس وكلام الله وفي الحقيقة ما ابعض الفرق زي قطبي المغناطيس كلام الناس واضح من عدد اتنين يقول كده يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبي بشفاه ملقة يتكلمون بقلب فقلب وبعدين يقطع الرب جميع الشفاه المالقة اللسان المتكلم بالعضائر الذين قالوا بألسنات نتجبر شفاهنا معنا من هو سيد علينا بينما على العكس من ذلك تماما عدد ستة كلام الرب كلام نقي ما ابعض الفارغ بين كلام البشر اللي مش هقول تلت اربعه كده اللي كله كده في مزمور مية وستاشر يقول أنا قلت في حيراتي كل إنسان كاذب مش نظرة تشاؤمية لداود في العهد الجديد بولس يقول ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب إحنا في الحقيقة عايشين في عالم سمته البارزة الكد مش بس الكد الناس بتصنع كد لكن يقول لنا في سفر الرؤية إنهم بيحبوا كده كل من يحب ويصنع كاذبا على العكس من ذلك تماما كلام الله كلام نقي كفضة مصفافة موتة في الأرض ممحوصة سبع مرات يعني ما تقدرش تطلع كلمة ملاش عازة ده الفرق الكبير بين كلام البشر اللي كله ملوش عازة وكلام الله اللي ما فيش ولا كلمة من غير فايد عدد واحد خلص يا رب لأنه قد انقرض الطاقي لأنه قد انقطع الأمناء من بان البشر أولا دي نظرة داود في المزمور لكن الحقيقة الطاقي لن ينقرض في أي عصر من العصور فدائما الرب يبقي لنفسه أطقياء في كل العصور حتى العصر الآتي في الضيقة بعد رفع الكنيسة ستكون هناك بقية في أظلم أوقات التاريخ ستظل هناك بقية طاقية للرب في زمنه إلي قال للرب بقيته أنا وحدي لأنه عنيه شافت ما فيش حد تاني بيتطقي الرب فإزب الرب بيرد عليه ويقوله أنا أبقيت لنفسي سبعة آلاف رجبة لم تكسو للبعد لكن يا طرى إيه الفرق بين الطقي والأمين انقرض الطقي انقطع الأمناء الفرق جميل طبعا عادة اللي اتنين بيبقوا حاجة واحدة لكن الطقي يكلمنا عن العلاقة مع الله إلى أعلى الأمين يكلمنا عن العلاقة مع الآخرين والطقوى أساس الأمان فالشخص اللي علاقته مع الله دائمة مستمرة يخاف الرب النتيجة لذلك هيكون شخص أمين عالآخر بناخد بالنا انه المزمور ده مفهوش قتل مفهوش القوة في الظلم مزمور كله عبارة عن كلام سواء حتى من الأشرار أو من الرب كل اللي شاغل داود هنا الكلام بس واضح انه الكلام ليه أهمية وتأثير أكبر كتير من اللي احنا بناخد بالنا منه نستسهل نقول أي كلام لكن هنا المزمور يقولك لا الكلام ده ليه تأثير كبير قوي وهنا داود بيبدأ خلص يا رب ويعنوان المزمور جميل لإمام المغنين ادى رئيس المغنين يغني المزمور بسأله على القرار خليها على نغمة منقافضة لنغمة واطلة لأن المزمور مزمور حزين الحالة مأساوية الحالة تعبانة جدا جدا وبيبدأ خلص يا رب خلص يا رب الوضع صح زي ما فهمنا أكيد فيه بس أقلية أقلية جدا الوضع العامل الوضع سيء جدا الوضع سيء جدا إيه يا رب لغاية إنت الوضع مش مستحمل حاجة لكن الجميل في عدد خمسة وده أول مزمور ييجي فيه إعلان مباشر من الله كأنه الله بيتكلم بواحي هي مزمير إليلة اللي تكلم فيها الله بالسانه في المزمير عندنا مزمور قدامنا مزمور ستين واحد وتمانين خمسة وتسعين دول مزمير الله اتكلم فيها بطريقة مباشرة وده منهم كده في عدد خمسة من اقتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب أجعل في واسع الذي ينفس فيه هنا الله الدخل الحالة تعبانة قوي 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 ما فيش حاجة هتنفع تأوم الحالة دي إلا لما نبص لكلام الله والله هنا في روعته وفي نعمته قبل ما يخلص اتكلم والكلام هيفضل نعرف نمسك فيه وده اللي بيقوله بعد كده في نهاية المزمور كلامه ده ما يتسبش ما يتعداش كده ده اللي هنمسك فيه وده اللي بيين من أعداد ستة التمانية بس الرب بيقول الآن أقوم يقول الرب الرب شايف كل حاجة وعمر ما الرب هيرضى بالوضع ده فبيقول الله من اقتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب أجعل في واسع الذي ينفس فيه الصديق المتبهدل ده الشبعان اضطهاد أنا هيجي لوقته لازم هوسع زي ما كان بيقول رحبت لي الرب متكفل مرتين بيتكلم عن كلام الأشرار بيقول أنه شفاههم ملقة في عدد اتنين وفي عدد تلاتة الكلام الملق يميز هؤلاء الأشرار كلام الملق بمعنى الكلام الناعم أو الكلام الذي فيه خداع ويمكن شيء طبيعي شوية أن الأشرار يخدعوا أحدهم الآخر بهذا التملق لكن الشيء الغريب اللي بيعلنه الكتاب أنه الشخص ممكن يخدع نفسه ملقى نفسه لنفسه مزمور ستة وتلاتين من جهة وجدان إثمه وبغضه الأغرب والأغرب أنه بحسب مزمور ثمانية وسبعين بيقول أساف أن الأشرار ربما يريدون أحيانا أن يتملقوا الله نفسه فبيقول خادعوه بأفواههم كذبوا عليه في حين أن التحريض لنا كمؤمنين أنه نبعد تماما عن مثل هذا الكلام يعني في كلوسي اتنين الرسول بيحرض المؤمنين أو بيشجعهم بيقول لهم لا يخدعكم أحد بكلام المالق يقدم نفسه قدوة في تسالونيكي الأولى اتنين لم نكن قط في كلام تملق الله شاهد عدد خمسة يقول الرب لكن قبل ما يقول الرب نقرأ عن هم الأشرار قالوا إيه وفي الحياة التعبير في منتهى القوة والجمال الذين قالوا بألسنتنا نتجبر عمرك شفت واحد بيتجبر بلسانه أنا شفت كثير قوي 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 من العصر الحديث ومن التاريخ الماضي يعني ناس ما عنداش غير جعجع وكلام و هنتجبر بس بلساننا طب يا عم اللسان إيه ما أنت ممكن تطقطع لسانك وبساعتها مجرد كلام يا ما شفنا ناس متغطرصة متكبرة مفترية ما عنداش غير لسان ما عنداش غير كلام قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا لكن العروسة في سفر النشيد الأنشاد أصحاح أربعة لما يقول شفتاكي سلكة من قرمز يعني لمست بالدم احنا شفاهنا مش بتاعتنا مش ملكنا لكن شفاهنا ملك الرب وبعدين من هو سيد علينا احنا عارفين من هو سيد علينا السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح زي ما بيقول لنا في رسالة يهوزة كلام الرب في عدد ستة كلام الرب كلام النقي دي صفة من صفاته كفدة مصفاف في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات يعني تنقط من أي أثر للشوائد لكنه ليس فقط كلاما نقيا لكن نقرى في مزامير أخرى مثلا كلام الرب حلو أحلى من العسل وقطر الشهاد ليس فقط حلو كلام الرب قيمة غالية جدا وأشهى من الذهب والإبريز الكثير لكن أيضا كلمة الرب قوية جدا عبرانين أربعة نسمع يقول فيها لأن كلمة الله حية وفعالة وأنضة من كل سيف زي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته لكن أيضا كلام الرب باقي كقول الرب يسوع السماء والأرض تزلان ولكن كلامي لا يزول هذه الصفات كلها تخلينا نطوب أنفسنا بالكتاب وبتخلينا نلهج أكثر فيه وده اللي حصل في نهاية المزموط الرب قال كلام وهم قالوا كلام كلام الرب اللي مشي رغم أن الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرزال بين الناس الوضع سيء فالأشرار بقى ليهم صوت لكن رغم كده كلمة رب اللي اتحققت أنت يا رب تحفظهم رب قال كلامه لازم هيحققه حتى لو الأشرار قالوا عكسه فعلا فيه فرق شاسع بين كلام الله وكلام الناس نبويا المزمور بيتكلم عن البقية وعن الأشرار بعد الاختطاف يعني لما يقول القرضة التقي ده فيها إشارة واضحة للبقية اليهودية اللي هيبقوا قليلين وبعدين يتكلم عن اللسان المتكلم بالعظائم ده بحسب إعلان الكتاب هو الوحش والنبي الكذاب يعني الوحش بحسب رؤية 13 يقول عنه فمه كثم أسد فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء نبي الكذاب بحسب دانيال 11 يرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة بيقولوا من هو سيد علينا ده لسانحال الناس وهي بتحاول إنها تزيح الله من المشهد النهاردة بيحدث هذا وإرهاصات يعني ما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة واضحة من الآن النهاردة الإنسان بيقول ما فيش الله غدا سيقول الإنسان أنا هو الله الآن يقوم يقول الرب ده الخلاص الذي سيصنعه الرب مع هذه البقية الأمينة أجعل في وسع عندما تنتهي فترة ضيقتهم ويدخلون إلى راحة الملك الألفي السعيد لإمام المغنين مزمور لداوت إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي عليه انظر واستجب لي يا رب إلهي أنر عيني لألا أنام نوم الموت لألا يقول عدوي قد قويت عليه لألا يهتفى مضايقية بأني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي مزمور 13 الإمام المغنين مزمور لداوت يبدأ بسؤال إلى متى يا رب تنساني كل النسيان وده متمشي مع المزامير اللي قبله الحقيقة في أنه شخص يعاني من الألم وينتظر الرب ربما أطال الرب وانتظر الرب كثيرا ولم يتدخل الرب بعد فتوجه إلى الرب بهذا السؤال طبعا ده لسان حال داوت في ضيقته وهو أيضا نبويا سيكون لسان حال البقية عندما ستصرخ هذه الصرخة إلى الرب هو ينظر داخله وبيلاقي حزن وهموم في قلبي كل يوم ومن حوله الأعداء لكن ينتهي في المزمور كالعادة بأنه يوجه نظره إلى أعلى واضعا ثقةه في الرب واحد علق على هذا المزمور وقال أن المصائب تأتينا ممتطية ظهر جواد ثم تتركنا سيرا على الأقدام يعني بتجلنا بقصوة وعنف شديدين لكن بعد كده تسبنا بتقوة دا وبهدوء ونشوف في المزمور دا أربع مرات بيقول إلى متى؟ إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ يعني في الحقيقة أسئلة بتوري أن نفسيته تعبانة جدا إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ المرة الرابعة إلى متى يرتفع عدوي علي؟ ثم في عدد تلاتتي كلمة لئلا لئلا أنام نوم الموت لئلا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهدف مضايقية بأني تزعزع يعني أربع مرات إلى متى؟ ثلاث مرات لئلا لكن جميل أنه يختم المزمور ختام مبارك أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهي قلبي بخلاصك وده بنتعلم منه درس أن مهما كانت الظروف التي نكتازها ظروف سيئة صعبة علينا أن نثق في الله اللي ما عندوش حاجة متأخرة هب أن الشخص مريض من 38 سنة زيارة واحدة ربنا تخليه يقوب ويحمل السرير ويمشي هب أنه 18 سنة المرأة منحنية وماله مجرد ما يلمسها الرب تستقيم في الحال إلهنا إله العجائب والمعجزات تعليقا على هذا السؤال إلى متى؟ واحد قال أنه سؤال جيد طالما لم ينشأ من عدم الثقة أو عدم الإيمان في الرب والحقيقة هنا شخص يصق في الرب لكنه يتساءل هو ينتظر تدخل الرب في هذا الأمر حبقوق أيضا تساءل من جهة هذا الأمر لما قال للرب حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص البقية أيضا ستسأل نفس السؤال في المستقبل في رؤية 6 شهداء الضيقة حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي ولا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض عدد واحد واثنين أربع مرات زي ما فهمنا إلى متى وأقدر أسمي العددين دول تأوه اليأس شخص كأنه في حالة يأس عدد ثلاثة وأربعة أنظر واستجب لي يا رب إلهي أنا العينية لألا أنام نوم الموت أشوف فيها صرخة التعلق بيتعلق بصراخ للرب عدد خمسة وستة أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهي قلبي بخلاصك أشوف فيها هتاف النصرة ممكن أشبه تشبيه تاني وأقول عدد واحد واثنين كأنه شخص بيغرق تحت المية تحت البحر عدد ثلاثة وأربعة كأنه طلع فوق المية رغبات قلبه بيتعلق بيصرخ للرب أما عدد خمسة وستة كأنه على قمة الجبل لأنه بيختم ختام رائع وهنا بنشوف الصلاة حولت الحالة تماما من تأوه إلى هتاف نصرة وهكذا في اختباراتنا باستمر الاختبار اللي مر به داود هنا أعتقد كل المؤمنين مروا به أحيانا اللي هو فيه وقت الزروف مش هي المتوقعة ومش داله مطلوب وبنصال لي ومفيش أي استجابة فبنسأل إلى متى يا رب وممكن في وقت ضعف نحس اللي حسه داود وداود حس حاجة صحة وحاجة غلط الحاجة اللي حسها غلط أن رب نسي طبعا دا مستحيل السهيون سألته سيدي ترقني ونسيني لا لا أنا ما نساش حتى لو الأم نسيت أنا ما نساش فكون الرب ينسى دا مستحيل الله لا ينسى لكن الحاجة الثانية اللي فهمها إلى متى تحجب واكك عني أنا مش شايف حضورك يا رب أنا مش شايف تأثير حاجة أنت بتعملها الكسة اللي حصلة كلها عدوي بيرتفع علي مفيش تدخل ليك زي ما يوحنى معمدان شك أنا مش شايف حاجة إلى متى لكن هنا رب صح مش بينسى أحيانا رب بيسمح أنه يبعد عن المشهد مش بمعنى أنه هو يبعد أنه الله مش شغال لا لكنه الله مش بيشتغل قدامي مش بيورين إيده وهنا الله بيعلي عايز حتة الثقة عايز الإيمان هو اللي يعلم مش عايز داود فرحان طول ما هو شايفه مش عايز داود فرحان طول ما هو شاعر بحضور الله ومتمتع به لا أنا عايز علاقة تطبية بأسابته مش على شعورك لكن على حقائك أن أنا موجود وأنا معاك وأنا إيدي شغالة حتى لو أنت مش شايفني ففعلا اختبار الله بيسمح به أحيانا أنه هو يسحب نفسه يسحب نفسه عشان ما نتركنش للمشاعر لكن نتركن على حقيقة إيمانه وزي ما كان دكروف ريب يقول هو صلى في عدد ثلاثة واربعة بعد التأوه والأسئلة لمهاش إجابة صلى لكن قدر ينتهي وهو فرحان وهو بيغني لأنه شاف الله شاف الله بالإيمان مش بالعيان إحنا شفنا في مزمور 11 إن الرب عيناه تنظران أكفانه تمتحن بني آدم وعرفنا إن الله قد يبدو إنه مش شايف لكن هو دائما يرى ودائما يتدخل في الوقت المناسب إحنا شفت في المزمور ده صرخة يأس إلى متى تنساني كل النسيان لكنه ينتهي بأروع نهاية أغني للرب لأنه أحسن إلي وده بيفكرني المزمور 94 لما بيقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذز نفسي ده اختبار كل الأتقياء اختبروا الرب بيسمح لنا بظروف ضاخطة لكن كتر ألف خيره لأنه تعزياته لا تتخلى عننا في هذه الأحوال أقدر أشوف الحقيقة رب يسوع المسيح في هذا المزمور من أكتر من زوايا يعني في عدد واحد إلى متى تحجب وجهك عني يفكرني بالرب يسوع عليه المجد هو على الصليب وقد حجب وجه الله عنه وكان يصرخ بحسب مزمور 22 فعدد اتنين إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي كل يوم رجل الأوجاع ومختبر الحزن فعدد ثلاثة أنر عيني لألا أنام نوم الموت ولو من بعيد أشوف فيها صرخات رب يسوع لقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت عدد أربعة لألا يقول عدوي قد قويت عليه بحسب مزمور 41 بهذا علمت أنك سررت بي أنه لم يهتف عدوي علي وفي الآخر أغني للرب لأنه أحسن إلي أعتقد أشوف فيها الصورة ولو باهتة لقيامة الرب يسوع له الموت قرأت أنه في أحد معسكرات الحرب العالمية الثانية وجد مكتوبا على الحائط هذه العبارة أني أؤمن بالشمس حتى ولو لم تكن ساطعة وأؤمن بالمحبة حتى ولو لم أحس بها وأؤمن بالله حتى ولو كان صامتا ولم يتكلم ويستجيب لصراخي جميل أن يقول في عدد 6 أغني للرب لأنه أحسن إلي هنا داود بيحكم أنه الرب في كل اللي عمله دا مغلطش ودي روعة داود أنه في الوقت اللي مش شايف الله ومش حسس بالله يعني أنا فاكر إلي في ضعفه لما رب ضغطه في كذا موقف قال له أحد إلى الأرمالة اللي نازل عندها قد أسأت بإمتاتك ابنها إزاي رب بتعمل كده؟ ما ينفعش للحصر إليه يستحمل كذا ضغطة وراء بعض وصرته إنه يقول كده وشايف إنه يا رب ما ينفعش دا يحصل ما ينفعش إن حتى الست اللي بتأكلني والأممية تموت ابنها دا ما ينفعش ليه بيقول أنت أسأت يا رب هنا داود مش شايف كده رغم إن أنا مش شايفك لكن أنا عندي يقين كل اللي بتعمله هو صح حتى لو أنا مش فاهم ليه وحتى لو مش فاهم إيه لأمتى بس إنه فاهم هينتهي وده اللي بيتعب إنه الانتظار بيطوله ولا مش عارف يحصل إمتى وهيحصل ولا مش هيحصل لكن بيقول له أغني للرب لأنه مش أسأت حاش لأنه أحسن إلي يبغت داود بإله ويبغتين بإلهنا عدد أربعة لألا يقول عدوي قد قويت عليه لألا يهتف مضايقية أني تزعزعته وإذا كنا مش عاوزين دا يحصل فعندنا الحل في مزمور ستاشر جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع مهما هاجمنا النكة دي اللي هو الشيطان اللي يحب إن إحنا نتزعزع ويقول إن قويت عليه لكن عندما نضع الرب أمامنا في كل حين فإننا لن نتزعزع ممكن ببساطة إن إحنا نقسم العهد الأديم لثلاث أقسام نقدر نقول إن في قسم تاريخي وفي قسم تعليمي وفي قسم نبوي القسم التاريخي ينظر إلى الماضي إلى الوراء والقسم التعليمي يقدم مبادئ تحكم عيشتنا في الحاضر والقسم النبوي يتطلع إلى المستقبل لكي ما تعرف الكثير عن هذه الأقسام الثلاثة أدعوك أن تتابع معنا دراسة العهد الأديم عبر برنامج فاحصين الكتب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة